عاجل الان مصر تعلن الاستنفار بعد تحذير اثيوبيا وعاجل تحركات مفاجئة في وزارة الداخلية المصرية ونقل عدد كبير من القيادات الكبرى بنشر لحضراتكم التفاصيل والاسكان الاجتماعي يكشف تفاصيل الدعم واسعار الوحدة بمبادرة التمويل العقاري بنشر ايضا لحضراتكم التفاصيل في الفيديو وقاتل الراقصة الاجنبية يفجر مفاجئة باعترافات جديدة في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الاخبار اشترك في القناة من زرار الاشتراك الاحمر اسفل الفيديو ده مهم جدا عشان تجيلكم اهم الاخبار واضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا اول باول عاوزين نوصل لألف لايك على هذا الفيديو قبل ما نبدأ في الاخبار اللي بيحب مصر وطني فعلا يفجر التعليق بكلمة تحيا مصر عاوزين نوصل لألف تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتوا قدها وطنيين نبدأ بتفاصيل والخبر معانا عاجل الاسكان الاجتماعي يكشف تفاصيل الدعم واسعار الوحدات بمبادرة التمويل العقاري قالت مية عبد الحميد الرئيس التنفيذي للصندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ان مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري تم اطلاقها قبل عيد الاضحة وتم اصدار بيان بان الصندوق في بداية طرح اعلان سيصدر في الصحف سيبدأ التقديم اعتبارا من السامن من اغسطس المقبل واضافت اما عن شروط التقديم تتضمن القواعد الخاصة بالدخل والحدود القصوى لاسعار الوحدات والبنك المركزي اتاح للصندوق تحديفها وفقا للدراسات التي يتم عملها وبالنسبة لمنخفضي الدخل هم من كانوا مرتبتهم اقل من 6 تلات جنيه للأسرة و4500 جنيه صافي شهريا لو كان الشخص اعزب اما متوسط الدخل فمن كانت مرتبتهم اقل من 14000 جنيه في الشهر للأسرة وللأعزب 10 تلاف جنيه قالت مي عبد الحميد البيانة الذي سيتم طرحه هو ترجمة فعلية للمبادرة على الارض ويتم خلالها طرح عدد من الوحدات الجهزة لمنخفضي الدخل جهزة في عدد كبير من المحافظات تبدأ من 165000 جنيه دي للوحدات اللي مسحتها 75 متر وفي 90 متر تصل سعرها حتى 310 ألف جنيه والدعم هيكون من 15 ل40 ألف جنيه وفيه فرق ما بين محدودي الدخل وما بين متوسطي الدخل وتابعت وقالت الصندوق وقع اتفاقا تعاونا مع 22 بنك و8 شركات تمويل عقاري ونحن مستمرون مع نفس المجموعة وفي حال وجود بنوك او شركات اخرى تريد ان تشارك سيتم عقد اتفاقات معهم بالتأكيد وقالت لأول مرة في مصر يكون فيه تمويل مدته 30 سنة وفايدة 3% متنقصة وهي امور وتيسيرات غير موجودة في اي مكان واطالة مدة القرد تجعل القسط اقل ومن كانت امكانياته اقل سيكون قسط 30 عام مناسب جدا له ولكن من كان لديه الفرصة لتقليل مدة القسط فله الحرية لذلك الامر مطروك للعميل وهو من يحدد بالنسبة لمن هم خارج مصر يجب ان تنطبق عليه شروط الدخل المطروحة ولكنه سيحتاج توثيق شهادة الدخل من مكان العمل وسيكون هناك بعض الصعوبة لان البنوك تحتاج الى الاستعلام من وقت لاخر مصدر معانا كان من صحيفة الموجز هذه كانت يعني مبادرة التمويل العقاري اللي اقرها السيد الرئيس بفايدة 3% وعلى 30 سنة اترك لحضركم التعليق على هذا الخبر الهام العاجل من تلمع بعض الخبر اخر وعاجل الان مصر تعلن الاستنفار بعد تحذير اثيوبيا كشفت وزارة الموارد المائية والرأي المصرية عن زيادة معدلات سقوط الانطار بمنابع النيل انه من المتوقع زيادة منسوب بحيرة السد العالي اول اغسطس بداية السنة المائية الوزارة اشرت الى انه تم استعراض اجراءات التعامل مع فترة اقصى الاحتياجات الحالية والتي تتزامن مع بداية العام المائي مضيفة ان في مجهودات متواصلة في اطار رؤية شاملة تستهدف توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة قطاعات المستخدمة للمياه كما ونوى بما ينعكس ايجابيا على تحقيق اهداف التنمية المستدامة وتوفير الخدمات للمنتفعين باعلى درجة من العدالة والفاعلية شددت على ضرورة استمرار رفع حالة الاستنفار في كافة اجهزة الوزارة لمتابعة مناسيب المياه بالترع والمصارف والتأكد من جاهزية قطاعات الجسور وكافة المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها ووحدات الطوارئ لضمان حسن ادارة المنظومة المائية وضح ان هناك متابعة لحظية لمعدلات سقوط الامطار بمنابع النيل والحالة الهايدرولوجية للنهر والتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي وبحث السيناريوهات المختلفة للفيضان وان اللجنة تنعقد بشكل دوري لمتابعة الموقف المائي والتعامل بديناميكية في ادارة المنظومة المائية المصدر معانا كان من RT اترك لحضرككم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل الان يعني في فيضانات جاية من الهضب الاثيوبية وربنا يسطر على السودان وبمناسبة موضوع سد النهضة يعني الموضوع لسه مخلصش ومجلس الامن لسه مطلعش ببيان والتعليق اللي هو علقه بعد الاجتماع الاخير ما بين مصر والسودان والاثيوبية قال ارجعوا للاتحاد الافريقي فيعني انا من وجهة نظري لو رجعنا المفاوضات اكيد مش هليبقى بنفس الالية او بنفس النظام اللي كنا عليه من قبل في طريقة التفاوض انتقل مع بعض الخبر اخر وعاجل تحركات مفاجئة في وزارة الداخلية المصرية ونقل عدد كبير من القيادات الكبرى اعتمد وزير الداخلية المصرية اللواء محمود توفيق الحركة السنوية للانتقالات العامة لضباط وضابطات الشرطة بحيث شهدت مفاجئات لاول مرة شهدت الحركة الدفع بقيادات شابة لتولي مسئولية حفظ الامن لتنفيذ السياسة الجديدة لوزارة الداخلية تعتمد على كوادر شبابية ذات خلفيات امنية متطورة ويجرى الاعتماد على الحاصلين على دورات تكنولوجية تدعيما لسياسة التحول الرقمي التي تنتهجها الوزارة في كافة قطاعاتها واعتمدت الحركة في ملامحها الرئيسية على ضخ دماء جديد في مراكز القيادة وتصعيد قيادات من الصف الثاني حيث شهدت تنقلات وترقيات قيادات وضباط وزارة الداخلية لعام 2021 ترقية وتحريك عدد من قيادات الصف الثاني والوسط بوزارة الداخلية الى مناصب قيادية تشمل مديري امن ومديري ادارات ومساعدي اول وزير الداخلية وعاد كبير من مساعدي الوزير وجاء الهدف من الحركة تعزيز مديريات الامن والجهات الخدمية الجماهيرية بافضل العناصر وظيفيا وصحيا للارتقاء بالخدمات الامنية المقدمة للمواطنين ومراعاة الظروف الاجتماعية والصحية للضباط في اطار قواعد تحقيقا للاستقرار الاجتماعي والنفسي والوظيفي مصدر معنا كم من الوطن اترك لحضرككم التعليق على هذا الخبر الهام العاجل ننتقل مع بعض الخبر اخير معنا قاتل الراقصة الاجنبية يفجر مفاجأة باعترافات جديدة مواطن المصري المتهم بقاتل الراقصة الاجنبية طلع باعترافات في التجمع الخامس في مصر بتفاصيل جديدة امام المباحث متهم اهل اتعرفنا على الفيسبوك وكانت بيننا علاقة حميمية على الانترنت ويتقررت اربع مرات وكانت بتاخد مني خمس تلاف جنيف كل مرة ولما طلبت منها اننا نتقابل كانت بتتهرف فطلبت منها ترجع فلوسي فرفضت متهم اشهر الى انه نجح في استدراج الراقصة بعد ان اوهمها بضرورة حضرها لمقابلته في القاهرة الجديدة للاتفاق على حفل خطبة وعندما وصلت الى العقار مصرح الجريمة حاول الاعتداء عليها جنسيا لكنها قاومته وحاولت الهروب فخنقها حتى الموت وبحسب اقوال المتهم امام فريق المباحث بعد القبض عليه فانه لم يخطط لجريمة قتل الراقصة بل كان يرغب في اقامة علاقة معه وكان يتوقع ان تستجيب له لانه يعرفها منذ عدة اسابيع وكانت بينهم علاقة حميمية على الانترنت لكنه فوجئ بها ترفض اقامة علاقة معه فحاول انهاء حياتها وقد طلبت منه قبل ان يقتلها اخذ جميع النقود التي معها مقابل اطلاق سبيلها لكنه رفض وخاف ان تكون هذه خديعة منها لكي تقوم بعدها بابلاغ الشرطة بما حدث لها لذلك قرر التخلص منها حتى يموت معها سره طبعا يعني حول ان هو يصلح غلط فارتكب غلط اكبر فيعني هو تم القبض عليه ان شاء الله ياخد جزاؤه والسكة الشمال دايما ما فيهاش اي نجاح يعني هذه وجهة نظري ان السكة الشمال ما فيهاش اي نجاح او نجاح لان السكة الشمال طريق سيء جدا اترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر وجينا مع بعض لنهاية نشرة الاخبار اتمنى اكون خفيف على حضراتكم وتقلتش عليكم ان شاء الله ان شاء الله اشوفكم فيه فيديو جديد وقريب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته